حبيب الكرام السلام عليكم معكم الشيخ عبدالباس بوخاري كنتمنى شاء الله كل شيكم زيان وفصحة جيدة وكل ما كنتمنى إن شاء الله الحلقة دياليوم غادي نخصها لواحد الفقاس يعني الفقاس كيطلع رائع بزاف ونشوفه طريقة كيفاش كتمشي وكيفاش غادي نعملوه لهذا الفقاس إن شاء الله وكتعرفوا الفقاس هنا في عدة أشكال وعدة أنواع وهنا كما كتلاحظوا المقادير والمكونات ديالنا اللي كيخصوا عندي هنا الفاني وعندي الخاميرة وعندي الملح يعني واحد تقريبا خمسة جرام نص ملعقة صغيرة ما كاملاش وهناي عندي السكر وعندي الزيت وعندي دقيق وعندي الماء الزهر غادي ناخده واحد القليل وعندي واحد شوية ديال الماداق ديال الليمون الحامض وهنا غادي نعملوه المكسارات اللي عملنا أنا غادي نعمل هاد الكوكاو اللبيان يعني فول سوداني غادي نعمل هاد شوية ديال ملح يعني شيشو قبصات بحلاكاك وهنايا غادي نعملت بيضات كبار يعني غادي ناخد واحد جوش ديال سافر ديال البيض غادي نزولهم غادي هناك ملعقة صغيرة نشوفش ملعقة كبيرة ان شاء الله هنا غادي نزول جوش ديال سافر ديال البيض إلا كان البيض عندكم يعني متوسط ولا بحلاكا غادي تعملوا تمانية ديال البيضات وغادي تزولوا جوش ديال سافر للبيض هاد سافر ديال البيض غادي نزيده معه شوية ديال الكاكاو وغادي ندهنو به إن شاء الله في الآخر نافوا هنا غادي نضيف هاد البيض ونضيف عليه هاد السكر وهنا غادي نعمل واحد شي ربع كاس ديال ديال ماء الزهر وغادي نجمع غادي نخلط هاد الشي هاده وعاد غادي نزيد الزيت إن شاء الله غادي نعمل شوية ديال لاروم لاروم ديال ديال سيترون أنا دا كنستعمله في جميع يعني في وصفة ديال ديال أدلي صالية ديال قاطو ديال صابلية ديال أي حاجة هناك يعني يعني اللي ما عندوش هاد اللاروم يعمل شي حمضة يحكا باش كتعطيه واحد نسمة كتجي رائعة في الأكل هنا غادي نخلطه شوية مزيان هنا كما كتلاحظو يعني هاد السكر سندة باش غادي ندوبوها شي شوية كما كتلاحظو هنا غادي نخلط مزيان باش يدوبنا شوية ديالك السكر ودابا غادي نضيف هاد الزيت زيت نباتية كما كتلاحظو راه المقادير في صندوق الوصف كما كتلاحظو يعني هندكر ريكو المقادير داباو لكن شوفو في صندوق الوصف إن شاء الله هنا كما كتلاحظو كين ستاديا البيضات كبار هنا ياد الخاميرة والفاني غادي نعملهم على الدقيق كما كتلاحظو كما قلنا ستادي البيضات كبار وعندي 300 جرام ديال السكر سنيده وعندي 320 جرام ميليليليتر ديال زيت يعني كاس شبري كبير عمر يعني حتى الشنافة وهنا كنا هجوش خلصات ديال الملح وكين 10 جرام ديال الفاني 10 جرام ديال مدق ديال الليمون سيترون حامض وكين 16 جرام ديال الخاميرة دابا غادي نضيف دقيق وكين دقيق غادي نستعمل كيلو ديال دقيق يعني من كيلو حتى الكيلو ومية دق شوفوا الدقيق انتم معلها حسب كين اللي كيشرب كين اللي ما كيشرب ش من هجوش بالعجين تكون يعني ما تكونش قاسحة وما تكونش ارتباء كتر من القانون هنه هجوش نخلطوه إن شاء الله تشوفوا العجين كيف دايراء وانا كنعمل هادشيادة الناس اللي بغين يعملوا هاد الحلويات ديال العيد إن شاء الله يعني توجدوا الناس المبتدئين وحتى الناس في المنازل ديالهم يعدلو بهاد طريقة طريقة مبسطة وكتطلع يعني رائعة بزل كنت من ان شاء الله تجربوه وغادي تشوفو يعني الفقاس بدون زبدا يعني غير بالزيت والبيض والسكر يعني كيطلع القوام دياله يعني ما غاليش بزاف وكيطلع رائعة هنا المكسارة اللي قلنا يعني تعملوا أي مكسارة تحبيتوها هنا كنشوفو العاجينا خسني مازا نزيد واحد شوية لانا كنت عملت هنا كيلو وثلتمية ديال دقيق ما بغيت نشوف ساعة خدال كيلو وشي خمسين جرام بحركة ما كاملاش ولكن انتم ما رضوا بالكم معه تشوفو العاجينا تشوفو السنك ديال العاجينا مزيان يعني رضوا لها البال مزيان ماشي غين اخدون خلط كل شي بتقية واحدة وهنا ما تنسوش البرتاج مع الاصدقاء واللايك للفيديو باش تسجعوا شوية القناة زيد القدام وتوصل للجميع و ولي ما مشتاركش كانت من اشتارك ويكون من المتابعين ماشي اشتارك وما يتابعنيش اشتارك وما يتابعنيش ما كيلاش يعني احنا اخصنا نبغينا نزيدو القدام ونتعلمو وغادي توقف توقف عليها انتو ما ما دلقتها واحد شوية انتو ما مخصاش دلق بزاف يعني غير تجمعتو اللي بحالك صاف ايا العجينة كيفاش كتشوفو كتقطع عنتو ما كتجيش كتجباد ولا كتجي ارتب عنتو شوفو مزي عارة كمشي غيب شوية باش شوفو العجين دي لها يعني غيب شوية وكتجي شاء الله على ربعة وغدي شوفو طريقة كيفاش غدي نعمل لها را كتجي سهلة وكتجي مزي وسهلة في التحضير وما كتاخد الوقت بزا ونا من اللي غدي تبغي وتقطع هذيك الساعة تخليوه يتعطل مثلا واحد ثلاثة الساعات ربعة الساعات عملو عليه شي شي درة تكون فازقة عشروها نصف يعني باش كير طبوح شوية باش ما يتهرس ليكم هو فعلا ما كيتهرس شوى لكن من اللحطيات هنا هاد الادوري ان شاء الله ردي نزيد مع واحد ملعقة صغيرة دي الكاكاو كاكاو المور انتما كما كتلاحظون ولي ما عندوش كاكاو المور يعمل واحد جوج دي نيس كافي ناياك كما كتلاحظو هنا العجينة باش جات صفرها بهذا كالمداق اللي عملت دي السيترون اللي عقاش فيه مداق وملوين بجوج على اشتهد اللون هدا كيعطيها واحد المنظر فشكات طيب وكانت من ان شاء الله جميع الحلويات دي ال صفلي الفقاس وكذا وقد تعملوا مع هاد المداق ملوين كيعطيه وغيتو تعملو دبنا رائم حيث نايف كاميرا كيعطي كيسميتو الكولور ناصح بزاف وما ناصح شبها لك كيجي ما صفرش بزاف كيجي مرز انتو ما قد نتلق به الطريقة يعني نشوف سطح العمل يكون مقد مزيان والمطلق هاد المطلق باش كان يكون مسرح مزيان ما يكون ش في العوج هيا ولا شي عاجب باش مبقاش يضيع عليكم العاج هنا وهنا علاش عملت هاد الورق هاد باش من زيد ليه هاش دقيق ومن يعني باش ما تلسخ ليش على المطلق المطلق يعني دبه المطلق كل واحد كيف كيسميه المطلق المدلك رولو كل واحد يعني العزاب كيخسين ذكر هاد الاسماء باش اللي ما يعرف المطلق يعرف المدلك هنا هاد نشوف طريقة دي المكسارات المكسارات اللي قد لكم كيف ما حبيته يعني من الاحسن كيكون لوز يكون مزيان كيعطي واحد ديكور مزيان ومزي ان شاء الله هاد نشاركو معكم واتتشوفو انا بحلا كرا اي حاجة كنشاركو معكم يعني علاش بغيتكم تعلمو انا كنعطيكم الحاجة اللي كتكون في العمال ويحبوها 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 كنعطيكم الحاجة دي الخدمة باش كنخدمو دي الحلويات دي الباتيسري هنا قد نزيدو نعمرو شي شوية بحلاكة ما نعملوش بزاف دي كيسميتو دي المكسارات كتر من القانون يعني باش جي واحد تفريشة باش مني كان رولي وبها الطريقة كي جي يعني مرولي هنا ده باقي ما شربش شوية الزيت يعني كيف حالك التاسخ ولكن التانية والتالتة فوقاش ما جيت ترولي كتجي سهلة لحقاش مزيت ولا بغيتو تعملولو تمسحو شوية بالزيت تمسحو علاش باش غير مسحات خفيفة باش تسمعو الزيت وتلصوها بالزيت عانتو مكين ما كتلاحظو يعني ده بها دي روليتها قدامكم بالاخر غي بليد باش تشوفو الطريقة كي باش كترولها وكي خصا جي مزيرة وانا كنبريسي ها كنقدة واحد شوية من تكيش عليها بزاب بحلكة دبان شاء الله قدي نعملها فلطة ديالها ونبقى نجزوها يعني بأحكام طريقة فنية باش ما تقتاليكم ما تقتاليكم ما تقتاليكم ها انتما بحلكة بها الطريقة دبعا ان شاء الله قدي نستمر وقدي نولي معكم ها انتما بغيت نشارك معكم هادي باش نوريكم طريقة خورا اللحق الولا جمعتها بغيب ليد ودبا قدي نوريكم طريقة خورا باش جيكم عوتني سهلا المبتدئين باش ما مدوش عليهم غادي وقا نجمع يعني كنجمع بحالك كنزيير احتل هنا وكنجبد كنمشي معها كنبقى غادي نزييرها بحالك وغادي كتجمع وهنا غادي نبرزها بهذا الطريقة يعني هكا عوتني كتجي سهلا مزيير هنا نجمع هاد الجانب مهنا بهذا الطريقة والجانب الآخر بنفس الطريقة ان شاء الله هادي نزولها عوتني باش تشوفوا باش ما تلسق لكم مش على البابي بويسون هنتم في الطريقة وهنا كتاخدوها يعني نرفعوها بشهولة وانتما بعد مسالينا دب ان شاء الله غادي نشدها غادي ندوريوها وانا غادي نشدو مثلا شي فورشيت باش يعني نزوقوها ولا تخليوها هكا ولا اللي يحبي يعني بقى يعني فورشيت غادي جيكم زواق جيكم مزيلا وغادي نعطيكم طريقة عوتني اللي اللي ما هدوش لفورشيت باش غادي يعني يعني كيخساج شابعة اللون ديال ديال الكاكاو ديال شكو الله ونحن قاعدين ندوز بهذه الطريقة انتو ما كجي طريقة سهلة يعني لما عندوش الفورشيت يعني وجدة حداه ولا اكا باليو او اي حاجة ماضية باش تسلح باش ندوز كجي سهلة وهنا عاو تاني نمشي بهذه الطريقة زوق بهذه الطريقة وده بانجاء اللي غادي ندوها للفران غادي نطيبوها في مية وخمش وسبعين دارجة انتو ما كما كتلاحظوا مية ومش وسبعين دارجة ولا مية وسبعين دارجة على حسب هنا ايام بعد ما خرجت من الفران كما كتلاحظوا منتو ما يعني كتجي اه مرتبع ما كتجيش يعني كتتهرز ولا كتجي رائعة بززز هنا ان شاء الله غادي راخليتها تها ثلاث بززز وخليتها في بلسة فيها الرطوبة باش ترطاب وهنا غادي نشوفو شي قرات وار بحال هذا غادي يكون حاد يعني ماضي بززز وغادي نقطعه بهذا طريقة عفوا غادي نقطعه بهذا طريقة ولا بهذا طريقة باش ما احبيته وهنا شوفو الطريقة كيفاش كان قطعه انتم ما كنت مقدة عنتم هادي نمشي معها نيشان ما كنت لقالة هرس لولو هادي هادي كانت واحد الحب هي المكسارات هي اللي هرس ها جد خاوية وهنا كما كتلاحظو ما كيلة هرس لا احتشي حاجة وكيكون يعني اقتصادي وانتوما شوفوا كيف عمل يعني كيجي شوفوا المكسرات كيباش كيبانو ولكنو اللوج بالاخر بالقسرة ديالو كيعطي واحد لمنظر ديالو بزيد وانتوما وكنتمنى ان شاء الله نجربوها وما غديش تندمو عليها ما تعجبكم جزاف ان شاء الله عندي جزاف ديال انواع ديال الفقس غدي نعمله معكم ان شاء الله الى القناف في العمر وانتوما بعد ما قطعنا كل شي ديال ان شاء الله قدي ندخلوها الفران تزيد تحمر واحد شوية نزولوها انا ما غديش نخليه ويطعطل بزاف الفران ولا غنشوفوا بدوكي شوية ديال الحمورية نجبدو انتوما كما كتلاحظو ديال ان شاء الله همجيو الفران توجدو انتم بحالة دي من دوك الجانب ديالا هادي نوري لكم فتاوة ديالا شوف يعني ساهل كي جي غيكة حدي كي تفرتت يعني ساهل فتاوة ديالا عندهم ان شاء الله كانت منها تكونوا استفدتم من هذه الحلقة وما تبخلوش عليها باش كان نقول لكم بارتاج واللايك اي حاجة ان شاء الله انا معكم وكمشك لكم بزاف وإلى اللقاء في حلقة القديمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة